في جلسة تاريخية يصوت مجلس النواب الأمريكي على بند المسائلة الذي يتهم الرئيس دونالد ترامب بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الإسبوع الماضي قبل أن يقتحم حجد منهم ابن الكونغرس في وقعة أودت بحياة خمسة أشخاص ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة تلقائيا إلى محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية خلال فترة ولايته في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة جاء ذلك التحرك عقب رفض مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي رسميا اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستورة لتنحية ترامب معتبرا أنه مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس فإن مثل هذا الإجراء لا يصب في مصلحة الأمة الأمريكية ولا يتماشى مع الدستورة من جانبه قال ترامب أن إجراءات العزل التي تستهدفه قد تتسبب بغضب هائل في أرجاء الولايات المتحدة وذلك قبل توجهه إلى تاكسيس في أول خروج علني له من البيت الأبيض عقب أعمال العنف التي وقعت في مقر الكونغرس إجراءات العزل التي تستهدفني سخيفة تماما وتتسبب في غضب هائل في أرجاء الولايات المتحدة إنني لا أشعر بأي قلق من التعديل الخامس والعشرين الذي يتيح إبعادي عن السلطة تزامنا كثفت الأجهزة الأمنية الأمريكية المعنية بتأمين الرئيس من استعداداتها المعتادة مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من يناير الجاري وذلك بعد اقتحام أنصار الرئيس ترومب مبنى الكابتل الأسبوع الماضي لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز منافسه في الانتخابات وقد رفعت جميع الأجهزة من ميزانياتها المعتمدة لتأمين الحفل المقام عند مدخل الكابتل الذي تعرض للحصار منذ أيام قليلة كما تم إصدار أوامر لقوات الحرس الوطنية بإرسال 15 ألف جندي لواشنطن بعضهم سيتم تسليحهم بالكامل فيما بدأ جهاز الخدمات السرية في استعداداته قبل الموعد المحدد بأسبوع تزامنا علق موقع يوتيوب مؤقتا قناة الرئيس ترومب وحذف تسجيل فيديو لانتهاك قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف خوفا من الاحتمالات المستمرة لوقوع أعمال عنف وأكدت منصة تشارك الفيديوهات أنها ستقوم بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى وكان موقع فيسبوك قد علق حسابي ترومب على منصته ومنصة انستغرام عقب قيام حجد من مناصره باقتحام مبنى الكابتل معطل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر